النهاردة كان يوم تاريخي في محكمة العدل الدولي قررت محكمة العدل الدولي اليوم 1- الوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي وأي عمل آخر في رفح الفلسطينية والذي قد يفرض على السكان في غزة ظروف معيشية كارثية 2- الحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق 3- اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقص الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية 4- تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر يعني الآن إسرائيل ملزمة إنها تقدم تقرير إلى المحكمة خلال شهر من الآن عشان الأربع إجراءات الاحترازية اللي قررته من المحكمة إذن جنوب أفريقيا كسبت الجولة الأولى ضد إسرائيل جنوب أفريقيا كسبت الجولة الأولى ضد إسرائيل وهو نجحها في استصدار حكم وقرار من المحكمة باتقاس تدابير احترازية طلبتها جنوب أفريقيا في طلبتها ضد إسرائيل وصرحت لها المحكمة بهذه الطلبات الآن الموضوع ده هيبقى محور نقاشنا بعد الفاصل والتدعيات يبدو أنها لحظية في الاتصالات المصرية الأمريكية وفي الاتصالات الإقليمية ومصر والولايات المتحدة تتفقان على السماح بإدخال المساعدات بشكل مؤقت من خلال معبر كرم أبو سالم ده أمر طبعا إحنا استعرضنا وبالربط مع قرارات محكمة العادة الدولية وهنستقبل عدد من الاتصالات اللي هتشرح لنا الوضع كما يجري الآن نطلع فاصل ونرجع نكمل محضور